سهلاً بكم مشاهدينا في عدد جديد من برنامجكم ببساطة هوليك الحل في أحد الأماكن في الغابات كانوا أحد الراهبين الراهب معناها الشخص المتصوف عند الديانات الأخرى يسموه الراهب من عادات الراهب أو من تقاليدهم أنهم لا يلمسون الإناد فكانوا أحد الراهبين قاعدين يتنسكوا أو يتعبدوا أو نسموها بلغتهم هما عند أحد الشواطئ شاطئ بحيرة وقاعدين يمارسوا في العبادة التاحهم ومارسوا في التقوص التاحهم وإذا في الجهة الموالية والجهة المقابلة للبحيرة غرقت فتاة وهذا الراهبين فيه مراهب كبير يعني أقضى من حياته السنوات من الرهبنة إن صحة العبارة وكان الراهب صغير هذا كون بدأ يترهب فهذه الطفلة لما غرقت في الجانب المقابل للبحيرة فكان من الراهب الكبير أنه مباشرة ألقى بنفسه في البحيرة واسبح حتى وصل لها وارفعها على ظهره وخلاها تفوت للجهة المقابلة للنعر ورجع مباشرة إلى مكانه وامسح نفسه وعاود رجع إلى تقوصه فكان طوال اليوم الراهب الصغير هذاك يكرر ويتحدث ويلوم في الراهب الكبير يقوله إحنا رهبان وما لازمش نمسه للأنثى وإنطا رفعتها فوق ظهرك ووا 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 ويسكت وذاك الراهب الكبير حاجر وما هو شي يرد عليه يقعد شوي وزيد يعاود له نفس القصة إحنا رهبان وإحنا ما لازمش نمسه وإنت رفعتها فوق ظهرك وابقى يعاود له في نفس العبارة في آخر اليوم الراهب الكبير تلفت للراهب الصغير وعطاه إجابة كانت في قمة الروعة أعطاه إجابة خلتني لما قريت نهار قريت هذه القصة نعرف الكثير والكثير من الأشياء اللي كنت أنا نمارس فيهم مثل كاني مما يمارسهم الراهب الصغير الراهب الكبير قاله أنا رفعتها فوق ظهري لدقيقة أو أقل وانت يوب كامل وانت رفعها فوق ظهرك قاله كيفاش رفعها فوق ظهري قاله الرفع الذي قمت به أنت انك نهار كامل وانت تهدر عليها رح كلفك ذنوب وكلفك ألام وكلفك أمراض نفسية أكثر من العمل اللي قمت به هنا قاله أنا قمت بعمل إنقاذ ضرورة للحظات بصحة انت نهار كامل وانت تلوم وتحاكم نفسك وتجلد فيها هذه العبارة تلوم في نفسك أو تأنب فيها أو تجلد فيها حبيت الآن كل واحد فيكم يرجع لداخله ويبحث في الطيات الداخل طيات طيات داخله ويبحث كم من المواضيع حدثت في حياتنا وفاتت لكن ما زلنا اليومنا هذا قاعدين اللوموا في أنفسنا قاعدين قاعد الآن نتكلم لكم من جانب نفسي من جانب الضغطات النفسية اللي تصارى في حياتنا من جانب الآلام اللي تصارى في حياتنا يجيني أحد الأفراد للعيادة ويقول لي يا طبيب أنا راني الصباح كالنوض النوض متعب وروحت للطبيب ونقول لي راني الصباح النوض متعب لكن الطبيب ما أعطنيش تفاصيل راني النوض نوكل صحية ونعايش صحية لكن الصباح لما النوض النوض متعب النوض الكهل تاعي متعب النوض متعب نفسياً جسدياً نقول له أنا ببساطة ببساطة أنت راك شخص تنام ولا كتأنيب ضمير كبيرة وقاعد يحدث في داخلك راك هاز كل ليلة هاز ذلك الصوت وتجلد في روحك تقول لي لا لكي نرقد نرقد عادي لا مدام كنت أفكار في دماغك على أشياء أنبت عليها روحك وقاعد تأنب عليها روحك يسأل آخر يقول تأنيب الضمير مليح مليح أنه الإنسان عنده ضمير ويأنب فيه أنا نقول لك مليح لكن الله سبحانه وتعالى قال لك لما تغل تستغفر ولما تستغفر ثيق بأنك طلبتي من رب غفار يغفر لك ذنوبك ربي سبحانه عمره ولا قال لك أوقف عند الذنب قال لك استغفر من الذنب وما تعودش ترجع للذنب بصح ما قال لكش هز الذنب وعيش بيه ما قال لكش هز الذنب ودور بيه حياتك كل وانتا داير وتجلد في نفسك أنا أخطأت أنا أخطأت أنا أخطأت وتقعد في هذا النساق عيش بيه لن تتقدم أي خطوة إلى الأمان وانت عايش بهذا النساق اللي هو تقنيب الضمير تروح تقول لي أعطينا الحلول كيف أعيش من دون تقنيب ضمير أنا أخطأت الخطأ الفلاني في حق روحي واخطأت خطأ فلاني في حق فلان واخطأ خطأ فلاني في حق شخص توفى وراح من هذا الدنيا أخطأت حق حيوان أخطأت في حق دولة أخطأت في حق مدينتي رميت في يوم الأيام أحد الأوراق وأحد النفايات وما زالني لحد الآن لما نتفكر بإني هذه الأشياء اللي كنت نقوم بيها في وقت من الزمان هذه الأشياء هي مضرة المجتمع ومضرة البيئة وترجع علينا بالضر لأن الله سبحانه وتعالى قد ما تضر الناس تنضر وقد ما تضر الجماد تنضر وقد ما تحب وتقدم أشياء باهية ترجع لك بالنفع نقولك أنا الأمر بسيط جدا الأمر بسيط أنه أنت عندك الداخل شعور بتقنيب الضمير الآن هذا الشعور منين جاء؟ جاء من الحديث الداخلي معناها أي حديث داخلي هو تقنيب نقولك لا الحديث الداخلي سيدي الفاضل أيها المشاهد الكريم ينقسم إلى قسمين الحديث الداخلي يوجد حديث توجيهي ويوجد تقنيب ضمير الآن في هذه الحلقة يجب أن نفصل بين الحديث الداخلي الذي يتوجه ويروح إلى توجيه للشخص في حياته كين واحد يتحدث مع روحه؟ يتحدث مع نفسه بالأشياء التي يجب أن تكون يتحدث مع نفسه بالأشياء التي يجب أن يصححها يتحدث مع نفسه مع الأشياء التي لا يجب أن يكررها يتحدث مع نفسه مع التفاصيل العديدة التي تبني حياته وتبني حياة الآخرين لكن حد يوجد حديث داخلي تقنيب صافي مئة بالمئة تلقى الإنسان يجلد في نفسه أنا درت هذه أنا درت هذه لما يتكرر أمامه أي اسم أو أي عبارة أو يرى صورة معينة يرجع على روحه ويبدأ يذن في نفسه وأنا أخطأت وأنا درت وأنا 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 مانيش ضد أنه أنت تحس بالذنب شيء رائع جدا أعرف نفسك باللي مراك من النبلاء الناس النبلاء في العالم شكون هما الناس اللي يحسوا بالذنب لكن شكون هما الناس التعيسين الناس التعيسين هما اللي يحافظوا على الذنب ما يتخلوش عليه اتخلى على الذنب استغفر من الذنب اللي قمت به وبعدها مباشرة نامحي ذلك الذنب لأن الله سبحانه وتعالى غفر صيح انتهى حتى ولو أخطأت أخطأ خطأ بسيط ما يعدش ضمن الذنوب لكن فوتوا امحيه كينا ناس هازة ذنوب تاع أشياء وقعت لا إراديا غلط ضرب حاجة ولا مس حاجة يعيش بذلك الذنب حياته كل وما يقدرش يتقدم خطوة هذه تسمى حياة التعساء من الرائع جدا أنه يكون عندك حديث داخلي من الرائع جدا أنه تجلس مع نفسك من الرائع جدا أنك تقابل المرآت وتحدث نفسك بتفاصيلها اليوم لازم تفهم جيدا وش معناه الحديث الداخلي الذي يطورني ويخليني نروح البعيد وتعرفوا شو الحديث الداخلي اللي رح يدمرني أرجع للقصة الراهبين الراهب اللي كان لحظات قام بفعل أنجى به حياة شخص وسكت يوما كاملا وروح شوف حياة الشخص الصغير كيفاش عايش بك النظرية تعانى درنا ونغلطنا وملزمش 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 ما تعيش حياتك بعبارة ملزمش وما تعيش حياتك بعبارة التأنيب وما تعيش حياتك بعبارات التأنيب اذهب مباشرة إلى معالجة نفسك أولا قبل ما تعالج التفاصيل الموجودة في الداخل أي شخص يعيش بشعور تأنيب الضمير لن تجد في مستقبله إلا التعاسى هذه من جانب نفسي أنا أتحدث فيها من جانب نفسي لأنه لما تعطيني النتيجة تعطيني السبب نعطيك النتيجة شخص يأكل المخدرات أو يتعاطى المخدرات ماذا تجد في مستقبله؟ تجد مستقبله إنسان دمار وإنسان ضعيف جسديا ضعيف منيويا ما يقدرش يعيش نفسه نفس الشخص الذي يقوم بتأنيب ضميره هذا الشخص يجلد ذاته يوميا هذا الشخص ما عندوش متسع من الوقت أن يترك للحديث الداخلي التوجيه أن يعمل عمله الله سبحانه وتعالى نفخ فينا من روحه الروح لموجودة فينا من الله سبحانه وتعالى هذا الروح طيبة وتعطينا حديث داخلي رائع إذا سمحنا لهذا الحديث أنه يتناقش معنا يتناقش مع أنفسنا يتناقش مع أرواحنا ونقابلوا أنفسنا ونعرفوا الصحيح ونطوروه ونعرفوا الخطأ ونمحوه رح نصلوا إلى المكان يسمى بر الأمان نصل إلى الطمأنينة نصل إلى الحياة الطيبة السعيدة لكن إذا استبدلناها بتأنيب ضمير بجلد ذات بأنه ننقض أنفسنا على الدوام وننقض الآخرين لننصل إلا إلى التعاسى حديثنا اليوم هو حديث لكي نعيشه ببساطة في برنامجنا ببساطة هولك الحل؟ الحل بسيط جداً فما عليك إلا أن تعمل على أن تطور وتسمع جيداً حديث الداخلي التوجيهي وتتخلى عن تأنيب الضمير شكراً لك لمشاهدتك ولسماعك لهذه العبارات وسأشكرك أكثر إن طبقتها في حياتك لتصل إلى حياة بسيطة بحول الله سنلتقي بإذن الله في عدد آخر من برنامجكم ببساطة هولك الحل